اهلا ومرحبا بكم شاهدنا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها اليوم للحديث عن رفض المجلس الانتقالي التراجع عن ما يطلق عليها الإدارة الذاتية للعاصمة المواقعة عدن قال وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمي نستمرار ما يعرف بالمجلس الانتقالي في تخبطه ورفضه التراجع عن ما يسمى بل إدارة الذاتية واستمرار ممارساته الخارج عن القانون يجعل منه مجرد ميليشيا مسلحة ومتمردة لا شرعية لها وأكد الحضرمي بأن على المجتمع الدولي اعتبار الانتقالي كيانا متمردا لا يحظى بأي شرعية ما لم ينفذ اتفاق الرياض واستنكر الحضرمي قيام المجلس مؤخرا بالاستيلاء على أموال البنك المركزي والتي تعتبر ملكا لكل أبناء اليمن نتوقف اليوم عند هذا الخبر لنناقشه في محورين أسباب رفض المجلس الانتقالي التراجع عن ما يطلق عليها الإدارة الذاتية للعاصمة المعقة عدن هو موقف السعودية والمجتمع الدولي من استمرار رفض الانتقالي تنفيذ اتفاق الرياض قبل أن نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة نذهب لنتابع التقرير التالي يوم بعد آخر تغيب الحكومة الشرعية عن المشهد السياسي في عدن لصالح قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا التي تحكم سيطرتها على المدينة الحكومة الشرعية ورغم تحركاتها الكثيرة فشلت في إقناع السعودية والدول الخمس الدائمة العضوية في الضغط على المجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض والتراجع عن إعلانه الإدارة الذاتية الفشل الحكومي في الوصول إلى صيغة تفاهم ترغم الانتقالي بالتخلي عن ما يسمى بالإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة دفعها إلى اعتبار قوات المجلس الانتقالي مجرد ميليشيا مسلحة ومتمردة ولا شرعية لها وفق ما أكده وزير الخارجية محمد الحضرمي التأكيد الحكومي الذي ناقشه الحضرمي خلال اجتماع إلكتروني مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن جاء كنتيجة لرفض المجلس الانتقالي تراجعه عما يسمى بالإدارة الذاتية واستيلائه على أموال البنك المركزي وأمام الفشل الحكومي في إقناع السعودية بالضغط على الانتقالي ذهب مراقبون إلى اعتبار أن الإمارات لم تعد الداعم الوحيد للتمرد على الحكومة في عدن بعد أن بات الانتقالي أيضا يحظى برعاية سعودية منحته فرصة عقد لقاءات مع سفراء الدول الكبرى وهو الأمر الذي عد بمثابة انقلاب آخر على الشرعية وعلى أهداف التحالف أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام ما ينضم إلينا من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع وأيضا ينضم إلينا من الرياض القيادي في المجلس الانتقالي عادل الشبحي مرحبا بكم وأبدأ بك سيد عادل الشبحي إذن المجلس الانتقالي يتمسك بما قام بالإعلان عنه مؤخرا بما سمي بالإدارة الذاتية أعتبر ذلك إعلان رسمي لفشال اتفاق الرياض وموقف رسمي ومحدد من قبل المجلس الانتقالي عن هذا الاتفاق أرحب بك أخي الكريمة وأرحب بجميع المشاهدين الإدارة الذاتية لم تكن هوى عند قيادة المجلس الانتقالي وهي رغبة شخصية الإدارة الذاتية أعلنت بعد مبرات وأسباب جوهرية ومهمة جدا دعت الحاجة لاستخاذ هذه الخطوة أولا بعد تلك الحكومة في تنفيذ بنود اتفاق الرياض ولعدة أشهر لم تقم بأي خطوات نحو هذا الاستفاق أيضا بعد فشل الحكومة في توفير أدنى مستوى من الخدمات للشعب تخليها عن مواجهة فيروس كورونا وعدم اتخاذ أي إجراءات تجاه هذه القائحة أيضا محاولة بعض عودة بعض الجماعات الإرهابية ومحاولة بعض الأمن كان لزاما عن المجلس الاتقالي الذي تعهد والتزم للشعب أن يكون حاضرا في اللحظة المناسبة واتخذ هذه الخطوة والمجلس سيستمر في كل الإجراءات التي تخدم الشعب وبما يتوافق مع حاجة الشعب ويتحمل المسؤولية في توفير الخدمات رغم الحرب التي أعلنتها الحكومة سواء الحرب في أبيان وحشد القوات من كل الجبهات وتركت الجبهات فارغة في مواجهة القواتيين وحشدت كل القوات في أبيان رغم أيضا تواصلها وتحذيرها ومنعها لكل توفير سواء الوقود للكهرباء وكذلك أيضا خطة المنظمات الدولية الداعمة في مواجهة فيروس كورونا لكن المجلس الانتقالي يضع هذه الأمور أمامه ولم تكن هي كما ذكرت رغبة شخصية لكنها كانت الحاجة لذلك سيد عادل ولكن الحكومة الشرعية تتهم الانتقاليه بعرقلة تنفيذ الاتفاق الرياض وذلك بضغطها على السعودية لتنفيذ الشق ربما السياسي قبل الاستحقاقات العسكرية والأمنية التي كانت تنص عليها أو ينص عليها اتفاق الرياض اليوم الحضر مياسف المجلس الانتقالي بالميليشيا بالجهة المتمردة أولا نحن الشعب والحاجة والحق والصواب هو الضغط الذي يمارس على الجميع سواء كالتحالف كرعاة كاشقاء سعوديين كمجلس الانتقالي وأيضا الحكومة إن كانت تريد مصلحة الناس بالنسبة للوصف الحكومة للميليشيا الحكومة منذ 2014 وهي تصلت الحوثيين بالميليشيا ولكنها ذهبت إلى الكويت وإلى جنيف وإلى كل استوكهول لمحاورة الحوثيين ووقعت معهم اتفاقات هذيلة ومخزية ولم تكن انعكاساً لكل التبحيات التي كانت على الأرض وخصصاً في الشق الذي المتعلق بالحوثيين هناك للأسف شديد منظومة سيطرت على ما تسمى بالشرعية ووجهت القرار والدعم بصالح أجندات خاصة وهو ما عطل الذهاب والمضي نحو تحرير الصنعاء وبدلاً أيضاً هذه الشرعية من أن تعالج الفشل وتتفحح الأخطاء في المناطق الشمالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين وتحررها وجهت كل جهودها ومحاربة النموذج الناجح في الجنوب ولذلك تريد أن تحقق فشلاً في الشمال وفي الجنوب سنعود الحديث عن النموذج الناجح التي تتحدث عنه سيد عادل ولداني الآن أنتقل إلى السيد عبد الناصر المودع مرحباً بك سيدي ولعلك استمعت لحديث سيد عادل الذي اتهم أو ألقى باللوم عدم تنفيذ اتفاق الرياض على الشرعية مساء الخير لك وتحية الأخى عادل الموضوع علينا نراه من زاوية أكبر من هذه التفاصيل العملية برمتها تشير إلى فشل سعودي حقيقي في إدارة الشأن اليمنى الذي هو عملياً تحت سيطرتها وتحت نفوذها والعالم بشكل أو بآخر أعطى السعودية هذه المساحة وهذا بين كوسين الحق في الوصايا على اليمن بشكل أو بآخر وبالتالي هذه كلها تفاصيل في إخفاق سعودية السعودية أخفقت أن تدير هذا الشأن اليمني أكانت كدولة وصايا أو دولة دائما لما يسمى الشرعية ففعلياً لا وجود لشيء سمو شرعية حقيقية ولا وجود أيضاً لأطراف أو للسعودية كطرف قادر على أن يحل النزاع فيما بين هذه الأطراف التي هي بين كوسين محسوبة على التحالف التي تديرها السعودية والتي هي أصبحت الدولة الوحيدة فيه كما تعلمين العيدونس الزبيدي موجود في الرياض والحضرم يصرح من الرياض وهذه موجود في الرياض وبالتالي في نفس الوقت هذه الأطراف تتحارب في أبيان وفي شبوى وربما في أماكن أخرى في المستقبل وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن السعودية مش قادرة كما يقال تحكم سوقها مش قادرة أن هؤلاء إما أن تجبرهم على ما تريد بغض النظر أن كان ما تريده صح أو خطأ أو كأنها هي راضية أو تريد أن يستمر هذه اللعبة لعبة الكل يحارب الكل وهي تظل تمسك بالأوراق والإمارات عن بعد وتحركهم كدمة كيفما تريد لأنه ليس من المنطق وليس من الطبيعي أن السعودية التي هي مسؤولة عن عدن وعن هذه المناطق أن يتم داخلها إعلان ما يسمى الإدارة الانتقالية وأيضا أن تحتجز أموال تتبع البنك المركزي الذي هو البنك المركزي الذي يعترف به العالم وفي نفس الوقت رئيس من قام بهذا العمل تستضيفه هل هي راضية عن هذا العمل أو أنها مش قادرة يعني كلها أسئلة ليس لها إجابة لا أستطيعنا ولا غيري أن نجيب عليها لأنها أشبه بالغاز ماذا تريد السعودية حتى الآن بعد خمس أو ست سنوات من هذه الحرب لا نعرف ماذا تريد السعودية هل تريد يمن واحد هل تريد يمن مجزة هل تريد يمن هكذا في حالة فوضى لا نعرف لأن هنا هذه الأسئلة الأساسية أما سيبك من التفاصيل سلطة عبد الرب ولا أحد يحترمها ولا أحد يعترف بها لأنها ليس لها وجود حقيقي على الأرض وهي أيضا عبارة عن تجمع المليشيات أشبه بالمليشيات الانتقالي ومليشيات الحوثي لم ترسخ نفسها كسلطة حقيقية سلطة فعلية كان الحرس الرئاسي عبارة عن ما يسمى الحرس الرئاسي حرس حق عبد الربو وعياله من أبيان وشبوة ليس لا يعتبر جيش حقيقي ولا يعتبر ممثل الجمهورية اليمنية نعم سيد عبد نصر بالحديث عن هذا التخبط والتشطة السيد عادل وصف المجلس الانتقالي بالنموذج الناجح في عدن وتهم الحكومة بأنها تعمل لدى أجندات خاصة لمحاربة هذا النموذج الناجح هل يمكن وصف المجلس الانتقالي بالتجربة الناجحة أو النموذج الناجح؟ أي نموذج ناجح أولا منذ الأساس هذه ميليشيا هذه ميليشيا انفصالية تتناقض مع السورة الجمهورية اليمنية الذي هو الحاكم للشان اليمني وبالتالي أيضا مناقض لفكرة دخول التحالف السعودية في اليمن الذي أتى بغرض إعادة الشرعية وإعادة الدولة اليمنية كدولة طبيعية وهذا يتناقض مع وجود الدولة اليمنية هذا من حيث الشكل ليس له أي أساس قانوني يقولوا تظاهروا لي ألف نفار ولا مئة ألف نفار للحوثي بيظاهروا له أكثر منكم هل نسمي تظاهره تفويض للحوثي؟ هذا كلام فاضي ليس له هذا مجلس مصنوع من قبل الإمارات ولفلفته الإمارات وغضته الإمارات وحاليا ربما السعودية بشكل أو بآخر مساهمة في إبقاء هذا المجلس أما كلمة تجربة ناجحة لا يمكن له لم يبرهن على أي نجاح في أي شك من العمال الذي يفترض أنه يقوم بها الحوثي أنجح منه إذا قسنا المسألة من حيث القدرة على ضبط الأمن الحوثي أقدر على ضبط الأمن في صنعة وأقدر على إدارة الشأن العام في صنعة هل نعترف بأنه نقول نموذج ناجح؟ أما هم أسوأ من الحوثي في الإدارة وفي السلوك الحوثي كان يسيطر على البنك المركزي من بعيد أما هؤلاء حجزوا الأموال هكذا عيني عينك أشبه بنوع من السرقة المباشرة وبالتالي هو أسوأ من الحوثي أداءا وفي نفس الوقت هو أيضا لا يختلف عن الحوثي كمليشيا خارجة عن أطر الدولة والجمهورية اليمنية التي تحتكم وفق القانون الدولي لدستورها ودستور الجمهوري اليمنية التي يقوم المجلس الانتقالي بأعمال منافية لهذا الدستور نعم سيد عادل إذن ردك على ما قاله سيد عبد الناصر المودع المجلس الانتقال يناقض الدستور أصلا ويناقض أيضا التدخل التحالف في اليمن وعلى أي أساس وصفت تجربة المجلس بالتجربة الناجحة؟ أولا أنا لا أرد على ما ذكره عبد الناصر المودع ولأنه على مدى خمس سنوات يقيم في الخارج ويهاجم الجنوبيين هكذا دون أن يقدم شيء للوضن هو بالنسبة له كما يدعي أو يريد لكن أنا أذكر كنت والمجلس الانتقالي على فكرة هو استمت شرعيته من الأرض ومن الشعب الجنوبي ومن قضيته الأساسية وقضيته المحورية ولا ننكر ونفتخر ونعتز بأن قضيتنا الأولى وشعارنا الأول هي تحرير الجنوب من كل القوات الغازية التي لا تتوافق وشعب الجنوب بغض النظر عن هويتها ومن تكون واستعادة دولتنا وإستقلال الجنوب هذه أهداف أساسية ورئيسية ومحورية تتفق أو تختلف مع دستور الجمهورية اليمنية لأن هذا لا يعنينا ولم يكن همنا الأول نحن احترمنا شرعية الرئيس عبد ربو منصور هذا ونحن قلنا سنعيد الدولة اليمنية التي سقطت في صنعاء وهرب كل من نهب صنعاء ونهب الدولة اليمنية وثرواتها على مدى ثلاثين عام وتركوها دون أن يدافعوا عنها قلنا نحن مستعدون الاتفاع والتحرير حتى صنعاء وصعدة مع الأشقاء في الشمال والشعب في الشمال وقدمنا كثير من الصحيات سيد عدن نحن نتحدث الآن عن الجنوب نحن نتحدث دولة يعني توفير خدمات تثبيت أم دعني أكمل النموذج الناجح الذي كنته هو أنه في 2015 تحررت الظالع ثم عدن ثم تحررت لحج وأبيل وشبوة وتحرر الجنوب كاملا من الحوثيين وبدلا من أن يقام هناك يكون هناك الموذج ناجح في القنوب تدعمه السلطة بإدارة أبناء القنوب ركزوا على محاربة كل المسؤولين القنوبيين في السلطة وللأسف الشديد أثبتت سواء في أغسطس أو في 2019 أو الآن حشود القوات والدعم الذي تلقته من التحالف العربي وجهته لقتال الجنوبيين ويعلم الجنوع لم يعد خفاء ما هي القوات ومن هي وهويتها التي توجد في أبيل نحن اتفاق الرياضي أخصي الكريمة وبعيدا عن المناكسات والمهاترات على وسائل الإعلام والاتفاق الرياضي يتكون من الملف السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي الملف السياسي نحن نعتبره الآن الآن أولوية إذا كان نحن وقعنا شراكة في قصر اليمامة مع الحكومة الشرعية وقلنا أن المرحلة هذه هي مرحلة إدارة مشتركة من أجل توحيد الجهود نحو تحرير صنعاء من الحوثيين سيد عادل تتحدث عن إدارة مشتركة وعن اتفاق الرياض وأنتم تعلنون الإدارة الذاتية وتقومون بالاستيلاء على أموال البنك المركزي في اليمن والله أولى بكم قبل أن تدينون وتنتقدون الإدارة الذاتية أن تنتقدوا الحرب التي سنت على عدن بظل عهد كورونا وعدن موبوءة وبدون خدمات والقوات تحتشد وتقصف أبيا وتريد الدخول اجتياح عدن إذا كنتم منصفين وحريصين على الشعب وعلى القضايا الأساسية ومثارتها كان أولى بكم أن تدينون هذه الحرب ومن اتخذ قرارها لكن للأسف الشديد هي الأجندات الخاصة والتي تتشاركون بها مع منظومة التي تختطف الشرعية بين الأخوان وقوى الفساد هناك جهدين داخل الشرعية منظومة الأخوان وقوى الفساد هي التي اختطفت القرار وجهته بصالح أجندات خاصة وقناتكم وبعض الإعلاميين المتواجدين في الخارج الذين يستقبلون ويستلمون بعض الريالات من أجل مهاجمة الجنوبين سيد عادل قوات الانتقال هي من تركت عدن تغرق بالسيول والأوبئة وذهبت لأبيان شكرا جزيلا لك سيد عادل وأشكرك جزيلا شكرا لك كنت معي في هذه الحلقة شكرا جزيلا لك إذا نعود إليك سيد عبد الناصر المودع كيف يمكن لنا فهم هذا التناقض يعني يتحدث عن إدارة مشتركة ويتحدث عن تنفيذ الاتفاق الرياض وفي ظل بعد أن قام بنهب البنك وإعلان الإدارة الذاتية والله كنت عزيزتي حاببا أرد بوجود الأخ عادل على أساس يعني ما تكونش المسألة أن واحد يتكلم في غياب الطرف الآخر هو ذكر قال أنا خمس سنوات هاجم الجنوب وأنا خارج اليمن يعني إذا سمحت لي فقط أرد على هذه الكلمة على ما قال أنا لا أهاجم الجنوبيين ولا أنا أهاجم الإنفصاليين مثل ما أهاجم الحوثيين مثل ما أهاجم القاعدة مثل ما أهاجم الإصلاح مثل ما أهاجم أي واحد يخرب في بلدي مثل ما أهاجم هادي وهاجم تعليه عبد الله صالح وبالتالي هذا لي الفخر لي الفخر أننا أهاجمنا لا أهاجم أي جماعة لأنها تنتمي لهذه المنطقة وإلى هذه الأسرة وأنا أهاجم من يخرب اليمن ومن يحاول ومن أضعف اليمن ومن يتسبب في تمزق اليمن هذا الأمر الأمر الآخر الحديث كل ما يدور هو تناقض في تناقض هو مثل ما ذكر لك وأيضا يذكر الانتقال يقوله نحن مع شرعية الرئيس هادي ونحن في نفس الوقت انفصالي يعني هادي هذا هو رئيس أي شيء يعني رئيس موزنبيك هو رئيس الجمهوري اليمنية الذي يحتكم يفترض أنه يحتكم للدستور الجمهوري اليمنية الذي ينص المادة الأولى من هذا الدستور على أنه لا يجوز التفريط بوحدة الدولة وهو أدى القسم بأنه لا يفرط بوحدة الدولة وبالتالي هذا كله كلام غوغاء يعني كلام نوع من الغوغاء وهو ناتج عن حالة الفوضى التي أنتجتها تدخل الخارجي تدخل الخارجي له الذي واجه الحوثي وأوجد سلطة شرعية حقيقية وتحارب الحوثي أي أن كانت هذه الحرب وأي أن كان نهايتها ولا هي التي انسحبت وتركت اليمنين أن يتقاتلوا فيما بينهم نعم سلطة فكرة سيد عبد الناصر معنا الآن المحلل السياسي السعودي مستور الأحمر الذي ينضم إلينا من الرياض مرحبا بك سيد مستور إذن كما وصف سيد عبد الناصر الموضع إخفاق سعودي لما يحدث الآن هل يمكن القول أن السعودية فشلت في ضمان تنفيذ اتفاق رياض؟ هل تسمعني؟ يبدو أن هناك مشكلة بالاتصال مع السيد مستور سنعاود الاتصال به من جديد إذن عود إليك سيد عبد الناصر ما الذي يمكن فعله الآن؟ ما الخيارات المتاحة أمام الشرعية إن كانت فعلا تمتلك الخيارات والقرار؟ ما يسمى الشرعية التي أيضا لم يعد لها إلا هذا الاسم والدعم السعودي والإعتراف الخارجي بسبب الدعم السعودي لم تعد هذه الشرعية تمتلك أي شرعية حقيقية لا شرعية وجود على الأرض ولا شرعية قانونية ولا شرعية سياسية وهي بهذه الصفة هي تظل تابعة للسعودية القرار الكامل ليس بيدها أكثر ما تعملوا أنها تناور هنا وهناك لتعزيز مواقعها الخاصة يعني الأسرع الذي يدور في أبيانه ويدور بين مقضمه بين أبناء شبوة وأبيان خوفا من سيطرة أصحاب الضالة عليهم والمسألة ليست هناك دفاع عن الجمهورية اليمنية ولا دفاع عن الوحدة عبد الربو وجماعته يريدوا أن يحافظوا على ما تبقى لهم من سلطة ومن نفوذ في الجنوب يشفع لهم ويدعمهم ليظلوا مسيطرين على مفاصل السلطة ومغانم السلطة في الجمهورية اليمنية هذا أكثر ما يمتلكه وبالتالي لا نقول لديها القدرة ولا لديها على الفعل هي لا تستطيع أن تفعل وحتى لو سمح لها بها مش محدود في الأخير السعودية هي من تدخل في الوقت المناسب وتوقفها في المكان الذي تريده السعودية السعودية تستخدم هذه لضعاف الانتقالي وليس القضاء عليه لتجعل الانتقالي يقرب ويبتعد عن الإمارات وتوجه رسالة للإمارات أنها هي الدولة صاحبة النفوذ الوحيد في اليمن نعم إذن المحلل السياسي اليمن عبد الناصر المودع شكرا جزيلا لك سيدي يعود إلينا من الرياضة المحلل السياسي السعودي مستور الأحمر مرحبا بك سيد مستور هل تسمعني هذه المرة مساء الخير لك ومشاهديكم الكرام مضيوبك أهلا بك مساء نور سيد مستور هل يمكن القول بأن السعودية فشلت في ضمان تنفيذ اتفاق الرياض لأن الاتفاق كان منذ ثمانية أشهر ومزمن بالتنفيذ خلال شهرين الآن مرة ثمانية أشهر على تنفيذ الاتفاق ويذهب الانتقالي لإعلان الإدارة الذاتية والاستيلة على أموال البنك المركزي كيف يمكن توصيف هذه الحالة أو الوضع بسم الله الرحمن الرحيم عزيزتي إحنا إلى الآن لا نستطيع أن نقول أنه يعني فشل الاتفاق يعني فشل كامل أو أنه هناك يعني فشل مبدئي ولكن ربما نقول هناك عوائق ربما نقول هناك عراقيل ربما يعني هناك بعض الأشياء على الأرض يعني تحكم أو العقل والرؤية البعيدة للتعامل مع مثل هذا المشكلة المملكة العربية السعودية جمعت الفرقات في الرياض ووضعت اتفاق الرياض كان المطلوب من الفرقات سواء الحكومة الشرعية أو الانتقالي بأن يضع هذا الاتفاق يعني موضع التنفيذ ويبدأ في تنفيذه ولكن للأسف حصل من الانتقالي أنه يعني تأخر وماطل في تنفيذ كثير من النقاط الحكومة الشرعية طالبت بتنفيذ الاتفاق أنا أرى أنه يعني احنا شفنا قبل تقريبا شهر المملكة العربية السعودية أحد المسؤولين في المجلس الانتقالي ربما هناك ترتبات دبلوماسية نوصول إلى حل للمشكلة لأنها تضعف الجهود اليمنية عامة سواء الحكومة الشرعية أو التحالف العربي في مواجهة الميليشيات الحوثية فحسب قراءتي ولا نعلم عن ما يدور في الكواليف ربما يكون هناك محاولات دبلوماسية ربما يكون محاولات لتنفيق إقليمي بأن يكون هناك عملية العودة إلى الحكومة الشرعية وما إلى ذلك وأنا أرى ربما لو كان هناك حل عسكري أنه سيكون هو آخر الحلول التي ممكن أن تلجأ للتحالف العربي أو للحكومة الشرعية ولماذا تصمت وتغض النظر السعودية عن التصعيد المستمر من قبل الانتقال؟ عزيزتي الجميع يعرف سياسة النوك العربية السعودية دائما مثل هذه الإشكالات دائما ما تحل بالقنوات الدبلوماسية بالشوار بمحاولة التوفيق في المواقف ليس من مصرحة أحد خلق صراع آخر في جنوب اليمن مع صراع في شماله مع صراع لأطراف أخرى ستخرج مطالبة بنفس الطريقة ثم نذهب إلى طريق لا رجعت فيه فأنا أتوقع أنه يحتاج إلى حكمة وإلى روية وإلى جبلوماسية لمعالجة هذا الأمور وشيء يطمن أن المجتمع الدولي لا يعترف بهذا الخطوة المجتمع الدولي يطالب المجلس الانتقالي بأن يعود إلى اتفاق الرياض لا يعترف بها أحد في أي اعتراف من أي دولة في العالم لا زالت الحكومة الشرعية هي الحكومة المعترف بها دوليا وفي مجلس الامن وهيئة الممتحدة فالأمور بشكل واضح قانوني لا غبار عليها الحكومة الشرعية هي المسؤولة عن الجمهورية اليمنية كاملة ربما يكون للمجلس الانتقالي رغبات في الانتصال رغبات في يعني العودة إلى ما قبل أربعة وتسعين ولكن تتفق الآراء جميعا بأن على المجلس الانتقالي أن يبقى تحت ظل الشرعية وأن لا يعرق المؤسسات الحكومية حتى استعاد الصنعاء من الميليشيات الحوثية ودحر هذا الميليشيات ومن ثم يقرر اليمنيون ما يريدون بينهم وعندئذ لن أحد يقول لا للانتصال أو لا للإستمرار فالموضوع يمني يمني مئة في المئة وعليهم ألا يفوتوا فرصة الاتحاد في مواجهة الميليشيات الحوثية ومثل هذه الحركات الانتصالية أو ما إلى ذلك لا تؤدي إلى الزيادة التشارثم وزيادة القتال والمجتمع الدولي جميعهم ضد أي شيء يعرقل اتجاه الحكومة الشرعية والاتحارف العربي في اليمن نعم شكرا جزيلا لك سيد المحلل السياسي مستور الأحمر كنت معي من الرياض شكرا جزيلا لك إذن مشاهدنا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لا يصعد بالآخر إلا أن أشكر ضيوفي كان معي من الرياض القياد في المجلس الانتقالي السيد عدل الشبحي وكان معي من عمان المحلل السياسي اليمني عبد الناصر المودع ومعي كان من الرياض المحلل السياسي السعودي السيد مستور الأحمر وهو الشكر لزميل معد هذه الحلقة زميل عبد الرقيب الأبارة ولكم على المتابعة في أمان الله